أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند طيب الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا بخصوص موعد كأس العالم للأندية وانا شايف بالتأكيد في حالة من الاستياء لدى بعض الجماهير وبالتأكيد لكل زعلاء من فكرة ان كأس العالم للأندية يتلعف في توقيت المراحل الختمية من كأس الأمم الإفريقية طيب نبدأ الموضوع ونعمل فلاش باك ونشوف القصة بدأ ايه 80 أولا البطولة كانت من المفترض هتقام في اليابان خلال شهر ديسمبر المفروض اللي احنا خلاص هنبدأ فيه من الشهر القادم لكن بالطبع اليماني اعتذرت بسبب جائحة كورونا ومش هتقدر تصديف البطولة فالاتحاد الدولي يمكن فتح الجهات أو فتح اتصالات عديدة بعدد من الدول إلى أن بالتأكيد كانت الامارات العربية المتحدة طبعا الدولة الشقيقة كانت جاهزة لاستضافة الحادث الكبير وإحنا بالتأكيد كلنا كهلوية يكونوا سعداء جدا باختيار الامارات لاستضافة كأس العالم للأندية نظرا طبعا دولة عربية شقيقة جالية مصرية كبيرة جدا في الامارات امارة ابو الزبيعي يكون فيها بالتأكيد عدد كبير جدا من جماهير النادي الآلي ولكن موعد البطولة هو اللي كان مش اقول مفاجأة هو كان حالة الاندهاش لدى للكسيرين أن ازاي الاتحاد الدولي يحدد معاهد البطولة دولية في نفس توقيت بطولة دولية أخرى وهي كأس الأم الأفريقية القصة زي ما نقولكم مش جديدة لأن المعهد ده ما كانش بالنسبة لنا مفاجأة أعمل في لاشباك برضو وأرجع شهر كده الورى زي اليومين دول بالزبط من شهر حوالي 29 أكتوبر من خلال بعض المواقع الرياضية ومن خلال موقع يلا كورا اتكتب نصا كده أن الاتحاد الدولي فيفا بيربك حسابات الأهلي والكاف بخصوص موعد مونديالي الأندية قدامك هوق مصدر يلا كورا ده كان مصدر من الاتحاد الافريقي فيفا يربك حسابات كاف والأهلي بسبب موعد مونديالي الأندية الخبر ده كان بتاريخ 29 أكتوبر وقتها كان الاتحاد الدولي أرسل للاتحاد الافريقي الموعد الرسمي لانطلاق كأس العالم الأندية وكانت الفترة المحددة من 1 إلى 12 فبراير هنلعب البطولة خلال هذه الفترة الزمنية على مدار الشهر كانت فيه اتصالات وموافقات رسمية من الاتحاد الافريقي بشأن هذا الموعد إذن المعاد ما كانش مفاجأة ولكن الاعتماد الرسمي للموعد كان بالأمس لما الاتحاد الدولي قبل مراسم القرعة أعلم من خلال الموقع الرسمي أن البطولة تنطلق في الفترة من 3 إلى 12 فبراير طيب الناس بتقول تبقى الاتحاد الافريقي إيه دوره في الملف ده إزاي ما دفعش عن النادي اللي بيمثل القرى الافريقية وبيشارك في هذا الموضوع بصوا جماعة عشان نتكلم بصراحة ونجيب من الآخر الاتحاد الدولي لقرة قدم فيفا حاليا هو اللي بيدير 90% من ملفات الاتحاد الافريقي خلال الفترة الأخيرة قبل تعيين دكتور باترس متسبي وبعد تعيين دكتور باترس متسبي لأن في مرحلة انتقالية بتحصل في القرى الافريقية خلال الفترة الأخيرة وكل لو شاف الجمعية العمومية الأخيرة مشروع التحكيم الفيفا هو اللي بيطوره هو اللي بيشرف عليه وكلينة الحكم الإطالي رئيس اللجنة بيشرف بنفسه على تطوير الحكام الأفرق ده واحد اعتماد كأس العالم كل سنتين الاتحاد الافريقي هو الاتحاد الوحيد اللي اعتمد هذا المشروع بالإجماع 52 اتحاد كانوا حضرين الجمعية العمومية وبالإجماع صوتوا على إقامة كأس العالم كل سنتين بعد الإدارات التنفيذية اللي موجودة داخل الاتحاد الدولي رجال الفيفا بيشتغلوا بيشرفوا عليها وأيضا موجودين في الكاميرون للإشراف والتجهيز لكأس الأمم الإفريقية وبالتالي بحدش أتوقع أن الاتحاد الافريقي يعترض أو يقول المعاد ده لا يناسب لأن أصلا المعاد محطوط في نفس توقيت كأس الأمم فإذا كان الأفضل للاتحاد الافريقي أنا يعترض قبل ما يعترض على كأس العالم هيعترض اللي أنا عندي بطولة قرية الفاينال بتاع يوم 6 فبراير أكيد العالم كله منتظر يشوف الفاينال البطولة ويتابع البطولة فإزاي هيتابع ده ويتابع كأس العالم للأندية إذن الفكرة في حد ذاتها أن الكواليس كلها عند الفيفا عند الاتحاد الدولي هو اللحظة الموعيد والاتحاد الافريقي لم يعترض وللأسف لم يعترض لأنه زي ما قلت لكم الفترة الأخيرة الفيفا هو من يدير أكثر من ملف داخل الكرة الافريقية طيب التصور اللي ممكن يحصل إيه الفترة اللي جاية تغيير المعاد للأسف وأنا أكلمكم في اللحظات ده هيبقى صعبة جدا ولكن اللي ممكن يكون متاح وده بنسبة ضئيلة للغاية إن كاس الأم الأفريقية رغم كل الأخبار وكل الأحداث اللي بتتقال بخصوص البطولة إنه ممكن مثلا تتلغي مش تتأجل تتلغي كاس الأم الأفريقية يا يتلعب يا يتلغي لأنه لو تأجل هيتأجل للسنة اللي بعدها لا يتلعب في الصيف ولا الكلام ده هيتأجل للسنة اللي بعدها لكن البطولة هتتلعب لأن الكاميرون عايزة تلعب كاس الأم الأفريقية وبالتالي هنا هتكون أمام حل من اتنين وده الاتحاد الدولي اللي عايز يود الناس كلها النفس السكة بس للأسف من صوح حظنا إحنا كنادي أهلي وإعنافنا هذا الموضوع إنهم عايزين يلعبوا كاس الأم ولكن بدون اللاعبين الدوليين وكل الأخبار اللي خاصة بكاس الأمم من الفترة الحالية بتتعمل أو بتحصل عشان يكون فيه إرباك في المشهد أو ارتباك في المشهد فاللعب المحترفة تخاف تيجي تلعب الملعب مش جاهزة العشب الطبيعي في ملعب التدريبات مش جاهزة لسه الأمور في الفنادق والتنقلات داخل الكاميرو مش واضحة فالناس تخاف فما تجيش لكن من خلال كاس العام الأندية أيضا كمان والنادي الأهل بيمثل معظم كوام منتخب مصر فبالتالي كمان لو لعبت الأهل ما راحتش فبالتالي البطولة هنا ده اللي الناس عايزة تروح ليه إن البطولة ما يكونش فيها أبرز النجوم الدوليين في كل المنتخبات بلاستثناء مش اللاعبة المحترفة في أوروبا فقط لا اللاعبة المحترفة في أوروبا وأيضا كمان اللاعبة اللي بتلعب فيه الأندية المحلية وأبرزها بالتأكيد منتخب مصر سوء حظنا إن الملف ده عشان بيتم إدارته بالشكل ده جي التوقيت ده بالنسبة أننا شكل سيء جدا إن احنا نلعب كاس العالم في الفترة دي وأول قرار أو أول أمر هيكون فيه نقاش بخصوص صفر اللاعبة هو هيكون أمر النادي الأهلي مع المنتخب الوطني ودي السكة اللي القادر إن كان بيحاول يوصلك لها إنك تتفاوض مع المنتخب عشان تشوف من اللاعبة اللي هتسيبها ومن اللاعبة اللي هتاخدها لأنه في النهاية عايز البطولة ما يكونش فيها أبرز النجوم الأفارقة اللي بلعب في أوروبا بالتأكيد للاتحاد الدولي القادر إن كان عايز ياخد تصويت الاتحاد الأوروبي على كاس العالم كل سنتين وبالتالي هتكون كاس الأم الأفريقية فرصة إنه هو يقدر يصالح بيها القرى الأوروبية والدوريات الأوروبية لفترة الجاية دي القصة وليه الاتحاد الدولي عامل البطولة في المعدة وليه مش فارق معها توقيت كاس الأم الأفريقية لأنه أصلا في البداية مش مهتم جدا بالبطولة فعايز في النهاية إن البطولة ممكن لو اللاعبة راح تلاها ما تكونش أبرز النجوم فلو تلعبت تلعبت بس بدون المحترفين وهنا بالتالي هتكون أفضل نتائج ليه إذا ما تلغتش طيب